أنا أي حاجة ما بطلعش أقولها غير بعد ما ببقأ أنا جربتها فترة طويلة وشفت نتيجتها أنا يستحيل تلاقيني قلت حاجة غير وأنا وثقة منها يعني بقى جربتها عن نفسي أنا بقعت تبرين دي كارما أنا ما قدرش أطلع أقولك على حاجة أنا مش متأكدة منها لأنك ممكن تتضري إزاي حتة إن الحاجة تجيلك مصادر بكتير فلوس بس الأول إحنا بنجيب ورقة الغار بنكتب عليها 520 بالإجليزي 520 وبرضه تتحرق بالشمعة 3 ايام أو 7 ايام وبتحطي وراها المبلغ اللي أنت عايزة وأنا عايزة أقولك ده عن تجربة يعني أنا عملت كده كتير لما كنت مثلا محتاجة فلوس أو حسن كتير لدرجة إن أنا في أوقات كنت تحط رقم ويعني ما تخيلش إنه ممكن يجي ما يعديش الأسبوع إن أنا أقول إن أنا عايزة في خلال أسبوع الرقم الفلاني طب أنا عايزة في خلال أسبوع 2 مليون جنيه ما هو بصي إحنا بنقولك أنا بقولك هونجرة أنت بتبدأي من أعلى نقطة عندك ممكن يبقى فيه شخص أعلى حاجة عنده ألف فيطلب مثلا ثلاثة حد في حدود المعقول مش المعقول في حدود طقتك كل ما طقتك هتعلم هتخذي من أعلى نقطة فيها طقتك دي خبيرة أبراج سبحان الله هذا علمي يعني انتشر في الفترة الأخيرة يقولك إن البرج بتاعك بيكلمك عن كذا وبيكلمك عن كذا وبرج الطور حيحصل عندك كذا وبرج الدلو حيحصل لك كذا وبرج الفراخ الأبراج هذه يعني سبحان الله عبارة عن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون ولو صدفوا الأخت دي بتدعي إلى الشرك مباشرة يعني إن أنا أجيب ورقة غار ثم أكتب على ورقة الغار 520 وأمسك الورقة دي وحركها ثم بعد ذلك أكتب الرقم المال اللي أنا عايزه يبقى معنى كده إن أنا أترك عبادة الله جل وعلا وأترك الدعاء لله جل وعلا ثم بعد ذلك أفعل هذا الفعل وهذه الورقة هي التي ترزقني ثم يأتي هنا السؤال هل الله عز وجل سبحانه 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 يعني سبحانه الكريم لا يرزق عباده حتى إن الإنسان يلجأ إنه يمسك ورقة لا تضر ولا تنفع ويكتب عليها خمسمائة وعشرين ثم بعد ذلك يحركها على النار ويقول أنا عايز مليون جنيه أو عايز مثلا خمسين ألف جنيه أو عايز ستين ألف جنيه بصي لاي الفلوس دي تقتله هل الحاجة ديت يعني فعلا حقيقية الشيء ده طبعا كل تضرب من ضروب الأوهام حتى إن في يعني سبحانه الله أشخاص يعني عاملوا نفس التجربة والترياة وفي التعليقات قالت انت كدابة أنا عملت اللي انت قلت عليه ده وما شفتش أي حاجة ولا جالي أي مبلغ مالي ولا حصل أي شيء من اللي انت بتقولين طبعا الكلام ده غير صحيح نهائيا لكن اللي بيعجبني في السيدة ديت إن هي بتقول أنا أحب إن أنا لما تكلم عن شيء أكون وثقة منه أكون بقول الحاجة اللي موجودة جوى قلبي أكون بعبر عن الحاجة اللي جوايا والحاجة دي لازم أكون مجرباها عشان ما ينفعش هؤل حاجة عشان الناس ما تندرش أو تتأذى كيف بكده ملهاش أي معنى ومعرفش يعني سبحان الله دي خرجت إيه أو درست إيه أو إيه أساسا المادة العلمية اللي موجودة عندها أظن إن المادة اللي موجودة عندها هي مادة الخضار والبرسيم أعزاكم الله جل وعلا يا جماعة الخير النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذات يوم وها ماشي معه قال له يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله وإذا طلبت أي شيئا فاطلبه من الله جل وعلا والله عز وجل يقول في القرآن الكريم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضلي وربنا سبحانه وتعالى بيقول كل من يرزقكم من السماء والأرض كل الله كل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر فسبحان الله حتى أنه ما جعلتش حتى أن الإنسان يدعي أي شيء لا دا يدعي ورقة ورقة غار يتكتب علىها 524 عشان يجي لك الأرزاق وعشان الأموال تتفتح لك من كل اتجاه ما فيش عقل نهائيا تدعو إلى الشرك وإن الإنسان يعتمد على الطاقة هل الطاقة دي هي إله يعبد من دون الله جل وعلا وينصدف إن الإنسان يعني سبحان الله عمل كده على الورج ما أدرك ما ممكن يكون هذا الفعل الذي يفعله لك هو الشيطان حتى يهلكك حتى يدخلك في الشرك فتصبح إنك إنتك تدعي الورجة وتترك الله جل وعلا يا جماعة الخير ربنا سبحانه وتعالى موضع الكرسي بتاعه بس وسع السماوات والأرض ومن فيهن فما بالك يعني سبحان الله إن موضع الكرسي وسع السماوات والأرض والسماء الأولى أو الأرض الأولى اللي إحنا فيها والسماء اللي إحنا شايفينها ديت إحنا عبارة عن حبيت رمب في المجرة بتاع الضربة التبانة من مئات أو ألوف المجرات اللي مش عارفين لها أول من الآخر تصور إن الأرض والسماء الأولى من السماء الثانية عبارة عن جينة رمب صحرة ثم السماء الثانية من السماء الثالثة ثم 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 فده بيدللك ماذا كدرة وعظمة الكريم جل وعلا وهو معكم أينما كنتم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث الكتسي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم فيما معنى الحديث وربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ثم تأتي هذه السيدة وتقول له خلاص أترك عبادة الله جل وعلا واعتمد على الطاقة بتاعتك والمزيعة بصراحة عجبتني جالت يعني سبحان الله إذن أنا لو طلبت 2 مليون بعد ما عملت كده على الورجة فهي وجعت في موقف محرج جالت حسب طاقتك حسب طاقتك يعني حسب قدرتك إذن الإنسان يعني سبحان الله يصبح أنه بيعبد نفسه ونفسه هي اللي حترزقه ونفسه هي اللي حتطعمه ونفسه هي اللي حتجيب له الأموال كمان ده اللي بتدعي ليه السيدة دي عبارة عن شرك شرك واضح والشرك ده يعني سبحان الله ما فيهوش أي نفس ولا فيه أي غفلة ولا فيه أي شيء هي بتدعوك إنك أنت تشرك بالله جل وعلا مباشرة تترك العبادة وتترك الدعاء لله جل وعلا وتعتمد على الطاقة بتاعتك أنت عندك طاقة إنك أنت تجيب أموال حتجيب أموال وعلى فكرة علم الطاقة ده بفضل الله جل وعلا أنا عندي قدرات في الكلام اللي بيقولوا على الطاقات دي تتخطى أي مدرب من مدربين الطاقة ولو جلست معه يعني سبحان الله لفعلت أكثر ما يفعله ولكن أنا شايف أنه ده كلته عبارة عن كلام فاضي ليس له أي أساس من الصحة ولا يبنى أساسا على شريعة ولا يبنى على عقيدة والإنسان يعني سبحان الله إذا ما كانش دارس الشريعة كويس وما عندوش علم من علوم الشريعة ولا عندو علم من علوم الفقه يبقى الأستاذ دي بتقوله كده اشرك وامسك الورقة واحرق الورقة وبمجرد ما يفعل الفعل ده هو أشرك بالله جل وعلا من حيث لا يحتسب ولكن لعله إن الإنسان يعني سبحان الله اللي فعل الفعل ده يكون في غفلة أو ما يكونش عنده يعني سبحان الله يعني علم بهذه المسألة وربنا سبحانه وتعالى يرحمه فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء كما قال الله عز وجل في كتابي الكريم ورحمتي وسعت كل شيء فشباب إياكم سمع إياكم أنتم تسقوا في مثل هذه الأشياء الأبراج وعلم الأبراج وحيحصل لك كذا يا جماعة الخير مين فينا اللي مش مجروع عاطفيا مين فينا اللي ما بيمرش بالظروف يعني مادية صعبة مين فينا اللي ما بيمرش أنه في حد كذب عليه مين فينا اللي ما تعرضش للخداع من أي حد مين فينا مين فينا اللي بيؤمن بحكاية الأبراج دي حياته فيها هموم وفيها مشاكل وفيها صعوبات فعشان كده أنت الهموم والمشاكل هو بيقول لك كذا 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 وشوية كلام كده تقول أيوانا فعلا كذا أيوانا أنا أردت كده في برجي أنا أردت كده في برجي أنت نسيت إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون فكل هذه المسائل والأمور الغربية بيد الله يجل وعلا وأنا عايز أقول لك على شيء ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفضل هو قائم على كل نفس بما كسبت إن أردت الرزق فاسأل الله عز وجل يجعل الكريم سبحانه وتعالى لك الرزق ويأتيك الرزق من حيث لا تحتسب لا تفك في مثل هؤلاء فهؤلاء يعني سبحانه الله عايزينك تشرك بالله جل وعلا ثم بعد ذلك تهلك فابتعد عن الأبراج وبتعد عن الكلام الفاضي ده لأنه مالوش أي أساس من الصحة والتعليجات يعني سبحان الله اللي على الأخت دي تشفى الصدور إن كل كلامك ده فاضي وما جربت وما لقيتش حاجة فنسأل الله العافية ياريت أنك أنت تنشر المقطع ده للتوعية للآخرين لو عجبك المقطع ده دوس لايك واعمل مشاركة دومتون فودي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته